بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شوانكم بنات أخباركم إن شاء الله الكل بخير يا ربي اليوم اجوا علينا ولدختي خطاق فطلبوا من عندي عشد اليمية وقتنوا تدللون ونألف هلا بيهم طلعت لحم من المجمدة وطلعت دجاجتين فخليتهم خليت اللحم بجدرية وخليت فوقها ماء على موده هو جامد على ما يتفكك وقطعت الدجاجة منها اللحم طلعته شفت الوغف مالته يعني تفكك الثلج من اللحم فغسلت اللحم كله غسلته نظيف وعلى موده صار بي زفرة ووغف من فوق الجدر غسلته نظيف ورجعت خليت بيه مي صافي ووصل وملح وزيت وخليته على الطباخ هنا قطعت الدجاجات ونفس الشي هم خليت عليهم شسمه مي وإلا بعد ما قطعتهم خليتهم يفورن وإلا طلعت الزفرة مالتهن وغسلتهم شوفوا الدجاج هذا مسلوق برسلك الدجاج وغسلته نظيف جيت خليته على الطباخ وهنا أنا خليت عليه بهارات شسمه سبع حبيات مشكل بهارات مشكل وسبع حبيات مطحونة خليت عليه وملح وزيت وبصل وبدأت أقلب بيه وخليت بيه مي شوية وغطيته هنا أنا كل شوية أقلب بيه طبعا هنا أبع اللحم مالتي اللحم مالتنا هنا مالت الغنم هنا اللحم مستوى رح أشيل المي من عنده شوفي عزيزتي اللحم رح أشيل المي من عنده شوفي ширهم مخلي بيه بسل طبعا مخلي بيه ليمونة صفرهم من قطعتها وخليتها بعد ما شلت المي من عنده نحمس اللحم رجعت خليت المي مارت اللحم فوقها فوق اللحم من الحمس شوفي عزيزتي وهذا التمن كانت ثانية بالبيت ومشمش سوت هذا التمن شوفي هذا استوه ما شاء الله وهذا الدجاج كمل ما بقى بي مي راح نقلي بالدهن قليليا ومشمش عاشتي له شوفي يعني راح طف الطباخ هنا والتمن هم كامل وانطفين الطباخ هسب نينات انطفيت الطباخ من عدهن ننتظر يتقلل شسمة الدجاج هنا أنا خليت الشسمة الثريد ما قطعت الخبز خليت الخبز يعني الرغيف كامل يعني بالصينية على مدهود اليمية وصبيت التمن فوق الشسمة فوق المرقة وهذا الدجاج طبعا هاي ثانية خليت بيها طماطا داير ما دايرها بس ما اطلعت بالتصوير بعد ما كملت خليت واني آسفة ما صورتها وهذي شوف خليت الطماطا على مودة التصوير خاف لا أنساها هنا هنا كملنا واني أشكركم على تعليقاتكم الحلوة ويارت اللي ما مشترك يشترك معانا أشكركم جدا وسهمكم العافية حبيباتي حبيباتي مع السلامة خاطبا حبيباتي حبيباتي